السلام عليكم والسلام بكم في حلقة جديدة من قناة زيرو تيفي النهاردة ان شاء الله حلقة مميزة جدا عن وجهة سي ام دي او عن نافذة سي ام دي للتحكم جهاز الكمبيوتر هنعرف النهاردة اهم الاوامر اللي نقدر نتحكم فيها جهاز الكمبيوتر سواء على شبكة الانترنت او سواء في الملفات او سواء في تشغيل الجهاز او في اصلاح الملفات التالفة وحاجات تانية كتير اوامر سي ام دي كتير جدا بس النهاردة هنعرف أهم الأوامر اللي خاصة بأي مستخدم اللي المفروض ان نعرفها علشان تعرفوا أكتر تاب الحلقة للنهاية ويلا بنا نبدأ بسم الله أهلا بكم مرة تانية في البداية قبل ما نبدأ منساش ان نشترك في القناة اشتركوا بحفزنا اني نكمل ونقدم المزيد علشان نوصل 10.000 مشتريف أسرعوات ووجهة السي ام دي هي اللي ظهر قدامنا ونفذة السي ام دي نقدر نفتحها اه الاختصار بتاعها سي ام دي اختصار لموجه نفذة موجه الاوامر هنفتحها بالضغط على زر الويندوز في لوحة المفاتيح ويحرف الار هتفتح معنا اه اه ران بعد كده هنكتب سي ام دي ونضغط انتر تفتح معنا اه النفذة اول امر هنتكلم مع عليه النهاردة هو اي بي كونفج ده احنا نستخدمه لمعرفة الاي بي الخاص بالروتر وبعض البيانات الاخرى الخاصة بالروتر او بالناس المتصلة معك على الروتر وكنا شرحنا قبل كده في حالة هتظهر لكم الفوق عن ازاي نعرف الناس المتصلة معنا على نفس الشبكة على الروتر وازاي نقدر نتحكم في بعض الاجهزة دي او اه نلغيها من على الشبكة نرجع لموضوعنا بعد ما نكتب اي بي كونفج ونضغط انتر هيجب لنا بعض البيانات عن الشبكة اللي احنا متصلين بها والروتر اللي احنا متصلين به من خلالها الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعنا على الشبكة دي ايه والاي بي ادرس الاساسي للشبكة دي اللي نقدر بندخل على الصفحة اللي نغير منها الباسورد والادات بتاع الشبكة اللي احنا شغالين عليها كمان امكن نغير لون الكلام اللي مكتوب ده لاي لون احنا عايزينه كل عليك انك تكتب color وبعد كده تاخد مسافة تضغط على مصدره وتكتب واحد او اثنين او تلاتة اي رقم في دول لحد تسعة كتب نائية اصلا هيكتب لنا اللون الاخضر اي من واحد لتسعة او اي بي سي اي حاجة فيهم هتخليها اللون مختلف عن اللون اللي احنا شغالين عليها لو حابب تغير لأي لون انت حابب انك تغير بعد كده عندنا فيه امر ثاني هو امر شوت داون اللي نقدر به اننا نعمل شوت داون نقفل الجهاز او نعمل ريستارت الجهاز لو عندنا زر الباور فيه مشكلة هنكتب شوت داون بعد كده هنضغط على المصدره علشان نسيب مسافة بعد كده فلاش بعد كده نضغط حرف الر علشان نعمل ريستارت للجهاز او هنعمل فلاش اس لعلشان نافل الجهاز دا الامر اللي موجوده قدامنا شوت داون مصدره فلاش اس عشان نافل الجهاز ونستبدل اس بالاور لو حاببنا نعمل ريستارت للجهاز او ممكن نكتب شوت داون بس ونضغط انتر هيجيب لنا كل الاوامر اللي نقدر نستخدمها من خلال امر شوت داون هتظهر لنا هنا ونضغط على ايه علشان نستخدم الاوامر دي بعد كده الامر الثالث عندنا هو امر الناس كتير اه بتدور عليه علشان تقدر من خلاله ان اتعدل في ملفات النظام التلفى والملفات المعطوبة في الجهاز الامر دا هياخد منك وقت علشان اه يشتغل هو امر اس اف سي فلاش سكان ناو بعد ما نضغط انتر هيبدأ معنا الامر تلقائيا بعمل سكان للجهاز ويفحص الملفات تلقائيا ويصلح الملفات التلفى هياخد مننا حوالي تلت ساعة او نصف ساعة علشان يقدر يفحص ملفات النظام بالكامل ويقدر يصلح اي مشكلة موجودة في الملفات اللي موجودة عندنا على الجهاز الامر اللي عندنا بعد كده هو امر تاسك لست الامر دا يعتبر شبيه بخاصية التاسك مانجر اللي موجودة عندنا هنا اللي نقدر من خلالها نشوف العمليات اللي شغالة على جهاز الكمبيوتر ونتحكم فيها واي حاجة شغالة على جهاز الكمبيوتر نقدر اننا نتحكم فيها نشغلها ونقفلها ونعرف الحالة بتاعة الجهاز والبرنامج دا واخد منه دا والرميات برضه طيب عشان ما نطورش عليكم الامر باختصار هنكتب تاسك لست بعد كده هناخد مسافة بعد كده شرطة هنكتب اس في سي بعد كده هنضغط انتر زي ما حضراتكم شايفين جاب لنا كل الحاجات اللي شغالة على جهاز الكمبيوتر كل البرامج من ضمنها برنامج اد جارد واي برنامج موجود عندنا تاني اي برنامج احنا مشغالينه دلوقتي هتظهر لنا هنا وتظهر لنا البيانات الخاصة بالبرنامج دا وكل البيانات اللي موجودة عندنا دا الاسم بتاع البرنامج اللي شغال عندنا وكمان من الحاجات الخاصة بالامر دا برضو تاسك لست في ممكن نستعرض تفاصيل اكتر من خلال اننا نشيل الاس في سي دي ونكتب في بس ونضغط انتر هيجب لنا بتفصيل اكتر ومعلومات ادق عن العمليات اللي شغالة على جهاز الكمبيوتر اسم الملف اللي شغال وكل حاجه وكل البيانات اللي احناحبان انها نعرفها هيجبها لنا بتفصيل واية معلومة عائزين عليه نعرفها على الحاجه اللي شغالها هيجبها لنا بعد كده عندنا امر مهم جدا علشان نعرف اداء الجهاز او سرعة الجهاز وسرعة المعالج الجهاز شغال سريع والله بطيق علشان نعرف التفاصيل والبيانات دي كلها هنكتب PERFMON.MSC هتفتح لنا النفذة اللي ظهرت قدامنا دي من خلال ميموري هنا هنقدر نعرف السرعة مثلا 30% من الزاكرة المستخدمة الزاكرة اللي فاضية حوالي 5 جيجا وكمان نعرف شبكة الانترنت يعني نعرف الاداء بتاعها ونعرف اداء البروسيسور وكل حاجة احنا حابين نعرفها وممكن نسحب كده يجب لنا بقي التفاصيل عامة وكل البيانات موجودة قدامنا على الشاشة اللي هنا بعد كده الامر اللي بعد كده لو انت عندك الشاشة ملت او حابب انك تبدأ من الاول او يشير كل اللي موجود عندك على الشاشة ده هتضغط على CLS بس قبل CLS هنضغط هنعرف حاجة اضافية لو انت مثلا كتبت عدة اوامر وحابب ترجع للامر ده تختاره تاني من غير ما تختار من الاول وتكتب من الاول هتضغط على السهم في لوحة المفاتيح السهم اللي بيبقى الفوق هيجي اكتر من مرة لو ضغطت مرة هيجيب لك اخر امر انت عملته مرتين هيجيب لك الامر اللي قبل كده وهكذا لو عندك اخر امر مسلا حابب انك تكتبه كله وتشيل جزء معين تضغط على السهم ناحية اليمين هيكتب لك كل حرف انت كتبته وممكن تعدل في الحروف اللي انت كتبتها دي لو عايز مسلا تكتب تاسكليست بس لحادي تاسكليست بس وبعد كده هتكتب اللي حابب انك تضيفه بعد كده هنقدر اننا نشيل نفسح الشاشة اللي موجودة قدامنا دي كلها من خلال الضغط على السي ال اس وهي نضغط انتر زي ما حالاتك شفته والشاشة تمسحت وبقى مفيش اي حاجة موجودة قدامنا بالنسبة لنهاية الموضوع لما نقفل الشاشة هنقدر نضغط على اجزايت بحيث اننا كل حاجة نستخدم هنستخدم لوحة المفاتيح بس في موجه الاوامر من غير ما نستخدم الماوس ونستخدم اي حاجة تاني هنضغط اجزايت وبعد كده انتر افلت معانا شاشة سي ام دي وكده نكون وصلنا لهاية الحلقة شكرا لكم على المشاهدة ما ننسوش الاشتراك واللايك شكرا بحل